موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الأول الإعدادي تكملة للقواعد الإملائية سوف نتحدث اليوم عن درس من دروس اللغة العربية في قواعد الإملاء وسوف نتناول في هذا الدرس الحديث عن الحروف التي تنطق ولا تكتب وكذلك الحروف التي تكتب ولا تنطق أيضا الهمزة المتطرفة تعالوا بنا لنتعرف على محتوى هذا الدرس وسوف نتكلم الآن عن الحروف التي تنطق ولا تكتب القواعد الإملائية سوف نتحدث اليوم في ثلاثة محاور المحور الأول الحروف التي تنطق ولا تكتب المحور الثاني الحروف التي تكتب ولا تنطق المحور الثالث سوف نتحدث عن الهمزة المتطرفة آخر الكلمة في ثلاثة محاور أيضا تكتب على الألف متى وتكتب على الواو ومتى تكتب على الصدر الحروف التي تنطق ولا تكتب ممثلة في الآت بعض أسماء الإشارة هذا هذه هذا هؤلاء ذلك كذلك نجدها في كلمة لكن والله والله والرحمن وطه الحروف التي تكتب ولا تنطق نجدها في الآت حروف تكتب ولا تنطق الألف في كلمة مئة والواو في كلمة عمرو كذلك الواو في كلمة أولئك وأيضا الواو الضمير الذي يتصل بالأفعال الهمزة المتطرفة ترسم الهمزة المتطرفة على الألف إذا سبقت بفتح دون النظر إلى الحالة الإعرابية كذلك ترسم على الواو إذا سبقت بضم وترسم على الصطر إذا سبقت بساكن تعالوا بنا لنرى ذلك الأمر جيدا هكذا كما ترون أمامكم الحروف التي تنطق ولا تكتب هي الحروف التي تحذف كتابة ولكنها تظهر في النطق الألف المتوسطة في بعض الكلمات كما قلنا هذا هذا لا يوجد ألف ولكن نقول هذا هذه ذلك هؤلاء أولئك ولكن وقلنا لفظ الجلالة الله وإله وطاه وعبد الرحمن اللام في الأسماء الموصولة في كلمة الذي والتي والذين الصنف الثاني أو المحور الثاني من درس اليوم وهو الذي سنتحدث به عن الحروف التي تكتب ولا تنطق هي كالآت أمثلة أول شيء ألواو المتصلة بالفعل مثال كتبوا الطلاب كتبوا الدرس نجد الألف المستحبة لألواو وتسمى الألف الفارقة قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أجد هنا الألف مع واو الجماعة التي تدخل على الفعل تكتب ولا تنطق هناك ملحوظة في غاية الأهمية هنا الألف توضع مع الواو التي تدخل على الفعل ولذلك حتى تفرق بينها وبين واو علامة الإعراب في جمع المذكر السالم فنحن نقول معلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وحذفة النول الإضافة البريطانية هنا ضميء هنا يعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره مخلصون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وكذلك المعلمون مبتدأ مرفوع بالواو هنا أخلص يوجد مع ألف ولا يوجد مع كلمة معلم هذه تسمى الألف الفارقة وهي هنا تكتب ولا تنطق أخلص فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة الألف في كلمة مئة لا تنطق الألف وللعلم كلمة مئة تجمع جمع مؤنث سالم ونقول المئات وتجمع جمع مذكر سالم مؤون ومئين الواو في كلمة أولئك أولئك ما لا أقول أولئك وأنما أقول أولئك كتبت الواو ولم تنطق أيضا الواو في كلمة عمر ولنا هنا وقفة مثال أنما أقول حضر عمر مبكرا ولم أقل عمر مررت بعمر يلعب وقابلت عمرا هنا في شيء في غاية الأهمية عمر هنا في اسم مصرف وليس ممنوع من الصرف كعمر وهنا في فرق كبير جدا بين عمر وعمر حضر عمر مبكرا هنا الضم توضع على الحر في السابق للواو فنقول حضر عمر مبكرا ومررت بعمر يلعب وقابلت عمرا حال الرفع والجر تثبت الواو أما عند النصف فتحذف الواو في كلمة عمر كتابة الهمزة المتطرفة الهمزة المتطرفة في الكلمة أي أنها تأتي آخر الكلمة كيف حالها؟ ترسم الهمزة على السطر إذا جاء قبلها ساكن وترسم على الألف إذا سبقت بفتح وترسم على الواو إذا جاء قبلها ضم أمثلة ترسم على الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا زي كلمة بدأ هنا الهمز قبلها فتح فرسمت على الألف دون النظر إلى حركة الهمزة في آخر الكلمة ترسم الهمزة على الواو إذا كان ما قبلها مضموما نرى لؤلؤ الهمزة في كلمة لؤلؤ الأخيرة رسمت على الواو لتناسب حركة الضم ما قبلها وهي الضم التي رسمت على اللام تباطؤ هنا الطاء مضمومة وبالتالي رسمت الهمزة على الواو وغيرها الكثير مثل كلمة بؤبؤ وتكافؤ وغيرها من الكلمات ترسم الهمزة المتطرفة على السطر إذا كان ما قبلها ساكن هذا السكون مثل كلمة جزء السطر ضوء شيء وكثيرا ما يخطئ من يرسم همزة شيء على الياء وهذا خطأ كبير في كلمة جزاء رسمت على السطر وكذلك في كلمة هدوء سؤال مثل لما يأتي همزة متطرفة تكتب على السطر وهذا تدريب درس اليوم همزة متطرفة تكتب على السطر أفكر جيدا متى تكتب الهمزة على السطر إذا سبقت بساكن فلدينا الكثير جزء وجزاء وسماء وبناء وضوء وبد وشيء وغيرها الكثير من الكلمات هكذا الإجابة السؤال الثاني مثل لما يأتي كلمة بها حرف محذوف يعني ينطق ولا يكتب قلنا هذا ولكن والذي والله وطاه وكذلك الرحمن مثل لما يأتي كلمة بها همزة متطرفة تكتب على الواو إذن لا بد أن أأتي بكلمة الحرف قبل الأخير مضموم حتى يتثنى كتابة الهمزة على الواو فلدينا كلمة تباطؤ بؤبؤ لؤلؤ كلمة تكافر عزيزي الطالب أيضا مثل لما يأتي بكلمة بها حرف زائد يكتب ولا ينطق أقول أولئك هنا الواو أيضا عمر الواو وكلمة مئة الألف أيضا كلمة أولئك بها حرف زائد أيضا ولكنه نطق ولم يكتب وهو الألف عزيزي الطالب نكون الآن قد انتهينا وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة